برأت محكمة الجزاء الدولية الخاصة في جرائم يوغسلا في السابق الخميس السياسي المتشدد الصربي فويسلاف شيشل من تهمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وبرأ القاضي جان كلود أنتونيتي السياسي الصربي من التهم التسع وأضاف القاضي إنه بهذا القرار لم يعد لمذكرة توقيفه أي جدوى قرار المحكمة التابعة للأمم المتحدة يعزز حزبه الريديكالي الصربي قبيل الانتخابات التشريعية في نيسان المقبل ولم يحضر شيشل جلسة النطق بالحكم لوجوده في صربيا بعد الإفراج المشروط عنه في 2014 وبدأت محاكمته في 2006 لكنها علقت بعد بضع الجلسات لإضرابه عن الطعام واستؤنفت في 2007 وانتهت في 2012 ثم أطلق سراحه بشروط في 2014 ليبرأ اليوم في 2016